العلاقة ما بين الطبقات وبعدها البعض فلو احنا فاكرين الجزء الداكن ده عبارة عن صخور نارية ومتحولة شباب اللي احنا بنسمها في مصر بيزمت روكس بيجي فوق على طول صخور رسوبية لونها الفاتح البيزمت روكس ده عمرها ما يقلش عن ستمائة مليون سنة مضت اما الصخور الرسوبية فعمرها احدث شوية في حدود خمسمية واربعين مليون سنة ففيه فرق زمن كبير جدا بين الصخرة وبين هم موجودين تماما فرق بعض ولكن فرق بينهم زمن كبير جدا ما تكونوش في نفس الوقت فده نوع من انواع الان كونفورمت اللي احنا درسناه بعد فاكرين يا شباب ايه حد الفاصل ما بين صخور نارية وصخور رسوبية ام؟ ايوة برافع عليك ولا هنا قربنا من هذا الشكل اهوت وحنا وقفين وانا حضت قدمك بالزبط كده رجل هنا عند الحد الفاصل ما بين صخور نارية ومتحولة قديمة وصخور رسوبية فوق منها الصخور رسوبية ديت موجودة في مصر مشهورة جدا الصخور دي تحتور من اكبر الخزانات للبترول والمياه الجوفية ليس في مصر فقط ولكن في منطقة الشرق الاوسط او منطقة مصر سودان ليبيا سعودية الارضو دي المنطقة دي مشهور فيها الصخور من سماء نوبيا ساندستون او نوبيا فورميش اسمها يا شباب نوبيا فورميش ساندستون هذه الصخور منكشفة في جنوب مصر ولكن في شمال مصر هذه الصخور موجودة تحت سطح الارض وهي تعتبر من اكبر الخزانات البترولية وخزانات المياه الجوفية انا بقول اسمها يا شباب نوبيا فورميش يبا اذا كلمة فورميش دي بردك نقود بنا احنا قلت على نوبيا فورميش ايه فورميش دي نحطها في دماغنا ونعرف ايه علاقة دي صخور بردك بتهتم بدراستها مادة الليث والصيراتيجرافي وهذه الصخور تحوي على مياه جوفية وعلى بترول وغاز طبيعي في مصر والسعودية والارضن والليبيا والسودان طيب بعد كده بردك لو احنا بصينا نفس القصة احنا كونا في صحر رجعنا تاني لسينة نبص هنا ايضا هنلاقي اللون الغامق موجود تحت عن دوت وفوق منه صخور رسوبية بس هنا الوضع ايه كان هناك مائل اتجاهات ميل انما هنا الوضع سخور النارية موجودة هي يعلوها مباشرة صخور رسوبية نفس القصة بس الصخور الرسوبية هنا يا شباب هنا عصرها غير صخور العصر ده ده صخور العصر النبية coordinated بينه وبين الصخور بيزمينت روس ما قبل الكامبل تسمى بري كامبان روس هنا برضك ولكن يعلاقها الصخور بقى مش عصر الكريتيش لا عصر اقتم شوية وعصر الكاربونفرس والصخور اللي فوق ده الطبقات ده صخور عبارة عن امو بجمع فورميش اسمها شباب امو بجمع فورميش امو بجمع فورميشان ده بقى من اكتر الاماكن اللي يودت بها خام الحديد والمانجانيس في مصر. يعني منجم الحديد والمانجانيس في مصر موجود جوه صخور ام بوجما فورميشن اللي تكونت في عصر الكربونيفرس وطبعاً أنا قلتلكم ام بوجما فورميشن נاخده ب bus na be장 ونحط في زاكرence يعني ايه ام بوجما فورميشن هو ده اللي احندرسه ان شاء الله في مادتنا. فمعنى ذلك هو ام بوجما فورميشن دي صخور ولكن تحوي على خام اقتصادي وتعتبر من اكبر المناجم اللي موجودة في مصر فيها عنصري الحديد والمنجنيس فاصبح ده برضا احنا شايفين كده ده جزء تطبيق برضا خاص بالمادة فانت مش هتعرف خام الحديد والمنجنيس في مصر وتدرسه ان لما تدرس وضعه اتباقي او وضعه في مادة الليسو السراتيجرافي نفس الكسة ده منظر ريب برضا اللي تحت ده البريكامبل الروكس يعني لها صخور امو بوغما فورميشن فوق منها برضا مقونا تنسمه ابو ثورا فورميشن ابو ثورا فورميشن وهو ابو ثورا فورميشن ده برضا من الصخور اللي فيها الفح في مصر وابو ثورا امو بوغما فورميشن ده عصر الكربونيفراس اللي موجود في مصر ده برضا كواسع في جنوب غرب سينة شوف احنا بننتقل من مكان لمكان ومن منطقة لمنطقة ومن صخر لصخط ومن خام اقتصاد الخام اقتصاد كل ده